خلاب عن روح لمنتخبنا الوطني اللي حقق تعادل مهم مع غنيا بيساو كلنا النهاردة كنا نتمنى تحقيق ان احنا نكسب هذه المباراة ولكن بيني وبين حضراتكم على المستوى اللي ظهر بمنتخبنا الوطني خصوصا في الشوت الاول الحقيقة اعتقد ان التعادل هو تعادل مرضي قدرنا من خلال هذا التعادل ان نحافظ على صدارة المجموعة محمد صلاح النهاردة احرز هدف رائع في مباراته يعني في ناس تقول 98-900 ما بين بقى هذه الامور ولكن محمد بيحرز هدف استطاعنا ان نفوز او نتعادل به في الدقائق السبعين منتخبنا رفع رصيده للنقطة 10 في صدارة الترتيب بينما ارتفع رصيد غنيا بيساو الى النقطة 6 في المركز التاني تعادل مهم زي ما قلت لحضراتكم ولكن اداء متبين ما بين شوطي المباراة الاداء لم يكن جيدا في خلال المباراة بالكامل يمكن الشوت التاني كان افضل شوية ولكن في مثل هذه المباريات خصوصا مع الصفر بعد 24 ساعة من اداء مباراة يوم الخميس وبعدين تسافر يوم السبت الصبح تصل يوم السبت بالليل تلعب تريح الحد تلعب مباراة يوم الاثنين لكن اداءنا في مباراة بركينة لم يكن جيدا خصوصا في الشوت التاني النهاردة الاداء لم يكن جيدا خصوصا في الشوت الاول كان فيه سيطرة على المباراة ولكن الخطورة كانت منعدمة تقريبا ضيعنا وجهة نظري ان احنا ضيعنا فوز مهم وسهل والدليل على كلامي ان غنية منتخب غنية لما تيجي تتفرق عليه ما عملش اي محاولة على منتخب مصر خصوصا في الشوت التاني يعني انا شايف ان الفترة اللي جاية محتاجة شغل كبير جدا جدا عشان نستطيع ان نرى منتخبنا اخطر في الناحية الهجومية واكثر فاعلية النهاردة ايضا كشف كابتن دكتور محمد ابو العيلة طبيب منتخب مصر تعرض مصطفى محمد مهاجم المنتخب لاصابة في اربطة الرجبة خلال هذه المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي واحد واحد ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 واللي اقيمت في غنية بيساو ان شاء الله اول ما حرجعوا بالسلامة ان شاء الله البعثة تعود غدا الى ارض الوطن في تمام الساعة السابعة او الثامنة صباحا